لنقاش أكثر ينضم إلينا من باريس دكتور إسماعيل خلف الكاتب والبحث السياسي أنا فيك دكتور إسماعيل على شاشة الغات دكتور إسماعيل نبدأ بالجهود الدولية نتابع نحن تصريحات مختلف المسؤولين الدوليين على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى الأمريكي المواقف تتغير لكن ماذا تحقق من هذه الجهود الدولية حتى الآن؟ أحييك أستاذ كوثر وأحيي أستاذ المشاهدين الكرام حقيقة كما أشرتي أن التصريحات اليوم لا تتوقف ولكن ترجمة هذه التصريحات لم تعطى حقيقة ولم تطبق عندما نتحدث على الاتحاد الأوروبي فالاتحاد الأوروبي نعتقد أنه يملك أوراق ذغط ما زال لم يطبقها بل حتى الإجماع في قرارات وخاصة ما تعلق بأوراق ضغط قوية تستطيع المجموعة الأوروبيان تضغط على حكومة الاحتلال خاصة ما تعلق بالاتفاقية التجارية اتفاقية التجارية التي تربط دولة الاحتلال مع الاتحاد الأوروبي هي في مضمن بنودها ومضامنها أنها تشترط احترام حقوق الإنسان ولكن الواقع يقول بأن هناك تفن في انتهاك حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية من طرف حكومة الحكومة الإسرائيلية وبالتالي إذا أتينا إلى تنفيذ هذه الاتفاقية فهي تلزم الاتحاد الأوروبي أنه يوقف التعاملات التجارية مع الحكومة الاحتلال الإدارة الأمريكية أيضاً الإدارة الأمريكية تصريحات لا تتوقف التصريحات ولكن اليوم نرى بأن هناك تفن في الدعم تفن في الدعم والجهة الأخرى تفن في الإبادة زيارة بلينكين إلى المنطقة اليوم تشهد زيارة السلسطين ستقوده غداً هي زيارة رقم 6 لمنطقة الشرق الأوسط لماذا إلى ما يرجع اليوم هذا التناقض بين المواقف عبر التصريحات وبين ما يؤخذك تحركات حضرتك تفضلت وتحدثت عن أوراق ضغط هذا يدعو لأن هناك دعم خفي لما تسبو إليه حكومة نتنياهو وهو كما أشار تقريركم على التهجير الممنهج وأنا أعجبني المصطلح الإرهاب الجغرافي هذا الذي تمارسه اليوم حكومة نتنياهو فقضية الإخلاء وعمليات التهجير التي يتفنن فيها فعندما كان القصف وعمليات الاجتياح كان يوجه للسكان على أنهم يتوجهون إلى منطقة السين والمنطق عين ثم هذه المنطقة السين نفسها تستهدف والمنطق عين تستهدف حتى المواكب التي كانت تسير يتم استهدافها وهذا إرهاب وهذا استهداف حقيقي التهجير ما زال تعطي الجهات الأوروبية والجهات الغربية والجهات وإدارة بايدن ما زالت تفتح الباب لعمليات التهجير ولعمليات الإبادة هذا المقترح الذي تتقدم به إدارة بايدن وهو الميناء العائم أليس هو طريقة أخرى لتهجير الفلسطينيين نعتقد بأن هذا التغطية وهذا العدم الإلحاح حقيقة والذهاب مباشرة إلى الزام لماذا لم تفرض المجموعة الغربية؟ لماذا لم تفرض عقوبات على حكومة ناطنيها وكما فرضتها على موسكو؟ هذه الإزدواجية التي ما زال اليوم هذا التقرير بالنسبة للاتحاد الأوروبي دكتور إسماعيل بالنسبة للدعم الأوروبي الخفي كما وصفته دكتور إسماعيل هذا الموقف الأوروبي يأتي خيارياً أم أن الاتحاد الأوروبي بات مجبراً على هذا؟ هو الاتحاد الأوروبي يتحجج على قضية مبدأ الإجماع الذي لم يتحقق يعني 30 صوت يجب أن تتحقق في أي قرار تقره المجموعة الأوروبية ولكن نعتقد بأننا اليوم إذا كان هذا الإجماع لا يتحقق أمام هذا الوضعية المأساوية التي تعيشها المناطق الفلسطينية في قطاع غزة وفي مناطق متعددة يعني هذا المجاعة التي أصبحت تهدد تهدد يعني مجاعة بكل الأبعاد فنعتقد بأننا اليوم أمام دعم وأمام سكوت وأمام مساهمة في هذا الإجرام فلو كان هذا الدعم توقف الدعم التجاري والدعم العسكري هذا الأسلحة التي يستهدف بها الفلسطينيون من أين تأتي؟ هي تأتي من عند المجموعة الغربية هذا الاقتصاد المنهار الاقتصاد الإسرائيلي المنهار لو لم يجد الدعم من الشركات ومن الخزائن التي تمده بالمال وبالقروض هل كان بالإمكان حكومة نتنياهو مواصلة هذه الإبادة؟ أنا لا أعتقد ذلك لأننا اليوم تقريبا في الشهر فات الشهر الخامس وما زالت الآلة تعمل بنفس الوتيرة التي كانت بل بالعكس هي تزداد تفننا كل يوم يعني هنا في وقت سابق نتنياهو في الكنيسة الداخل الكنيسة قال إن الأمريكيين طلبوا مننا عدم إجراء عملية في رفح لكن ليس أمامنا خيار ومعي الآن عاجل لنتنياهو هو يتهم ربما عناصر بإسرائيل بتعاون مع الأمريكيين لمنع الهجوم على رفح هو عملية رفح لحد الآن هناك تصريحات الأمريكية تصريحات بايدن والمسؤولين في واشنطن دائما يصرحون بأنهم لا يتوافقون صحيح لكن هنا تصريحات نتنياهو هذه ألا تفيد بأن ربما هناك ضغوط فعليا يعني فعلية وجدية من قبل الجانب الأمريكي على الإسرائيلي هذه الضغوط ليس مبدأها إنساني يا أستاذ أفر هذه الضغوط مبدأها انتخابي هذه الضغوط هناك البايدن اليوم يعاني يعاني من جولته الانتخابية وبالتالي فهو يلح لأن هذه الصورة التي أصبحت يعني شوهت صورة عدارة بايدن وسياسة بايدن التي سقطت اليوم هي اليوم سقطت سقوط حر وهي اليوم أمام منافسة انتخابية فإذا أضافت إليها عملية اجتياح رفح نعتقد بأن الجولة الانتخابية سوف تكون لصالح المنافسة ترامب وبالتالي فهذا العمل على قضية الوقت وعامل الوقت هو الذي جعل هذا الاختلاف يظهر على أن إدارة بايدن تبدي اختلافات عميقة في قضية عملية الاجتياح هم صرحوا في البداية بايدن صرح وبليكن صرح وأيضا ترامب الذي يعتبر الحليف الأقرب لنتنياهو ترامب كانت له تصريحات قبل يومين من الآن وقد طلب بضرورة وقف إطلاق النار بغزة وهو يعتبر الحليف الأقرب لنتنياهو وبالتالي هذه التحركات يعني معنى ذلك أن باي سياسة نتنياهو في الذهاب إلى الاجتياح اجتياح منطقة رفح هي مباشرة تخدم البورسة الانتخابية لترامب وبالتالي نعتقد بأن بلينكين جولة بلينكين اليوم غدا هي تنطفي هذا هي تريد أن تزرع نوع من الأمل على أن نتنياهو هناك ضغوط على نتنياهو في عدم اجتياح منطقة رفح حتى اجتياز شهر رمضان ولكن البرنامج ما زال مطروحا لماذا؟ هل إدارة بايدن لا تستطيع أن توقف هذه العملية أصلا؟ هل لا تستطيع أن توقف أو أن تلزم حكومة نتنياهو بوقف إطلاق ثوري؟ نعتقد بأنها في خلال ساعة فقط نعتقد بأن الانسحاب سيتم وأن وقف إطلاق النار يتم لأن إدارة بايدن تملك أوراق أوراق قوية للضغط على حكومة نتنياهو دكتور إسماعيل خلف الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من باريس شكرا جزيلا بك شكرا جزيلا بك شكرا جزيلا بك شكرا جزيلا بك شكرا جزيلا بك